كرمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأكسو مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد الخليفة الشاملة للبنات إحدى المدارس المنتسبة للمنظمة تقديراً لتميزها في المشاركات التي أحيت في المناسبات العربية والدولية خلال العام 2021 نعم وبهذه المناسبة قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارات إلى المدرسة تم خلالها تسليم الميدالية الذهبية وشهادة التكريم إلى مديرة المدرسة وإلى عضو اللجنة العلمية الدائمة بمنظومة المدارس المنتسبة للألكسو من مملكة البحرين سلم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة مديرة مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد الخليفة الشاملة للبنات الميدالية الذهبية وشهادة التكريم تقديرا لتميزها في المشاركات التي أحيت فيها المناسبات العربية والدولية خلال عام 2021 والتي نالت على إثره التكريم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحرص وزارة التربية والتعليم أن تشارك المدارس في تواصل مع المنظمات الدولية مع باقي المدارس وهذه فرصة مناسبة لكي يستفيد الأبناء الطلبة والطالبات من هذه المشاركات الخارجية ويتعرفون على أهم المشاريع التربوية في الدول وكذلك فرصة لمملكة البحرين أن تعرض رصيدها الثقافي رصيدها التعليمي رصيدها التاريخي لدى هذه المنظمات والتواصل مع المدارس من مختلف دول العالم اليوم هذا التكريم الذي تم هو تكريم لهذه المدرسة على الجهود التي بذلتها وتواصلها مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرقم من فتاة الجائحة التي مرت على مملكة البحرين ولكن العمل لم يتوقف نحن نهدف كوزارة من الأنشطة التي تقام على الصعيد الخدمات الطلابية وغيرها من الأنشطة أن نقطي جانب مهم جدا وهو بناء القدرات الذاتية لما في خير ورفع كفاءة ورعاية الكفاءات داخل مدارسنا والله ولي التوفيق وأشاد سعادة وزير التربية والتعليم بالجهود المتميزة للمدرسة في إحياء المناسبات العالمية وذلك بتنفيذ عددا من الأنشطة والاستمرار في إنتاج مقاطع الفيديو المرتبطة بتلك المناسبات على الرغم من ظروف جائحة كورونا مشيرا إلى أهمية الأنشطة في تعزيز المناهج الدراسية وغرس القيم والمبادئ الوطنية في نفوس الطلبة وإبراز المواهب الطلابية في مختلف المجالات تزخر مملكة البحرين بمدارس متميزة بمشاركات فاعلة في المنظمات العربية والعالمية ونحن اليوم سعداء جدا كوننا أحد المدارس المكرمة طبعا أنا جدا فخورة وسعيدة بهذه التكريم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم طبعا مثل ما نحن دايما نحاول أن نرفع راية مملكة البحرين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة الجدير بالذكر بأن منظومة المدارس المنتسبة للمنظمة والتي انطلقت عام 2020 بانضمام 16 دولة عربية تهدف إلى المساهمة في تحقيق رسالة وأهداف المنظمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر